السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطلبات الصف الثاني الأعدادي هنشتغل النهاردة شوية أسئلة موضوعية على الباب اللي احنا خلصناه المراجعة فسيادتك هتفتح مسي معي كراس المعاصر صفحة 102 يعني هتوقف وتفتح كراس المعاصر صفحة 102 واتبعني لأنني مش حكتم الأسئلة أنا حل على طول يبقى أنت لها تفتح صفحة 102 كراس المعاصر نبدأ أول سؤال بيقول المضلعان المتشابهان يلا مع بعض زوايا هما المتنظرة زوايا هما يبقى متساوية في القياس تمام أدأ أول واحدة اتنين عاوزين نخلص الأسئلة الموضوعية النهاردة بإذن الرحمن جميع المضلعات المنتظمة التي تتكون من نفس عدل الأضلاع ما لها متشابهة متشابهة زي المربعات وزي المثلثات المثلثات الأضلاع يبقى جميع المضلعات المنتظمة التي تتكون من نفس عدل الأضلاع ما لها متشابهة جميع ايه متشابهة؟ يطلع المثلثات ولا المربعات ولا المعينات لا احنا نتفعل مع بعض ان جميع المربعات لازم يتوفر فيها شرطين الأضلاع المتنظرة متنسبة وزي المسافة في القياس والمربع مضلع منتظم بقى جميع المربعات السؤال الرقم 4 اذا كانت نسبة التجميل بين مضلعين متشابهين ايه؟ شطرين إبا كانوا واحد إبا كانوا المضلعان متطبقا كلام سهل بالنسبة لنا ومراجعين من المرة اللي فاتت السؤال 5 المضلعان المشابهان لثالث ما لهم؟ متشابهان تمام كمل كل الكلام ده جي في الامتحانات السؤال 6 مضلعان متشابهان النسبة بين طلعي ضلعين متنظرين 3 إلى 5 النسبة بينهم 3 إلى 5 النسبة بين الضلعين يبقى النسبة بين المحطين برضو 3 إلى 5 تمام السؤال 7 في صفحة 102 عشان اللي سي بيفتح مضلعان متشابهان النسبة بين طلعي ضلعين متنظرين 1 إلى 3 جميل النسبة بين الضلعين متنظرين 1 إلى ايه؟ 3 فإذا كان محيط المضلع الأكبر بيساوي 45 الأكبر يتحط جنب مين؟ يتحط جنب الضرع الكبير يبقى يتحط ال45 جنب الثلاثة عايز محيط الأصغر آه علامة استفهام يبقى إذا الكبير تتحط جنب الكبير يبقى محيط الأصغر بيساوي 45 في واحد على الثلاثة بيكون 15 سنتي واخترن 15 سنتي لذا لو كان ده الصغير كنت نحططه جنب الصغير إنما هو اللي هو الأكبر يبقى ال45 يتحط جنب الرقم الكبير ونعمل المقص اللي فوش المجهول تحت السؤال 8 يتشبه المسلسان إذا كانت الأضلاع المتناظرة نقط الأضلاع المتناظرة متناسبة تبقى لو الزوايا يبقى الزوايا مسافة القياس يبقى رقم 8 حيكون الاختيار متناسبة السؤال 9 جميل أوي بيقول لي العمود الساقط من رأس القائمة على الوطر في المسلس القائم ثاني كده العمود الساقط أو النازل من رأس القائمة على الوطر يقسم المسلس إلى مسلسان متشابهان طيب ليه نصر المتشابهة أن نقول لك ليه المسلس ده والمسلس ده كلا هما في زاوية قائمة 90 صح طيب والزاوية دي بتساوي دي ليه أفهمك ليه عن طريق حاجة اسمها الزوايا المتتمة مش دي زاوية دي بتسعين آه ومجموع الزوايا دخل في المسلس 180 ودي خطة نصبها 90 يبقى دي زاوية دي بيساوي 90 آه يعني دي بتتمم دي ودي بتتمم دي إذا قياس دي بتساوي قياس دي لخص مستر المسلس القائم مهما كان شكله العمود على الوطر من القائمة بيقسم المسلس إلى مسلسان متشابهان يعني ده مسلس إقليدس آه أنا عارف اللي ده مسلس إقليدس يبقى المسلس ده بيشابه المسلسة وكلا هما يشابه المسلس الأصلي يبقى آخر مرة العمود على الوطر في المسلس القائم الزاوية بيقسم المسلس إلى مسلسان اختار يطرى متطابقان متشابهان متساويان في المساحة لا كل ده غلط مع ده متساويان يبقى كذا هنختار موتا شابها عندما مسافر المساحة غلط متطابقان غلط يبقى فقط موتا شابها يبقى أكمل أخر مرة بعد ما شرحناها من غير بقى شرح العمود المرسوم من رأس القائمة لمسلس قائمة الزاوية على الوطن وقاسيم أقول مسلسان أختار الإجابة جيم متشابها سؤال رقم عشرة كل ده في صفحة 102 بيقول للمسلس ألف به جيم يشابه المسلس داله هو وكان الألف به بيساوي ربع داله فإن محيط المسلس ألف به جيم بيساوي نقط من محيط المسلس داله هو وأنا سمع الناس المحترمة تقول لك تمهي نفس النسبة آه بس ممكن لعب معي لعبة أخذ باله هو لعب معي لعبة دي ولا لا الألف به النسبة بين الضلعين المتناظرين بتساوي ربع يبقى النسبة بين المحيطين بيساوي ربع بس محيط مين الالف بهجيم اللي بدأ به مش هو بيكلمنا على الالف به يبقى محيط الالف بهجيم على محيط الداله هواو برضو ربع بدأ بالف به الى داله هواو ربع يبقى محيط الالف بهجيم الى محيط الداله هواو نفس النسبة ربع صح ولا بدأ بنفس المضلع او المثلث الالف بهجيم يبقى ربع طيب لو كان دحك علي يا ولاد وقال لمحيط المثلث داله هواو الى محيط المثلث الالف بهجيم يبقى الناتج 4 على 1 هو بدأ بإيه الألف به نسبتها ربع بالنسبة للداله يبقى محيط المثلث ألف به جيم برضو ربع لخص رقم عشرة مثلث ألف به جيم يشابه المثلث داله هو الضلع ألف به إلى أو على الضلع داله نسبتها كام ربع يبقى محيط المثلث ألف به جيم إلى محيط المثلث داله هو برضو ربع بس هو بدء مظبوط كده احنا خلصت صفحة 102 انت فاهم بقى ان احنا هلية تعليقتي صفحة 103 محترم السؤال 11 بيقول لي المثلث سين صدعين يشابه المثلث نحن الوقت الصفحة كم يا شباب 103 مسلث سين صدعين قياس السين بتساوي 40 مش مسلث سين صدعين يشابه المثلث داله هو بيقول لي قياس السين ب40 ملي زيها ب40 آه الدال صح والنسبة بين طلايض العين متناظرين 2 إلى 1 2 إلى 1 فإن قياس الدال بتساوي كم طبعا النسبة دي بتحكي عليها النسبة دي بتاعت يا ضلع يا محيط الزاوية دال ما زالت أربعين لأننا عارفين مهما كبر أو صغر الزوايا المتناظرة ما لها متساوية في القياس الأضلع هي المتناسبة ما متحكش عليها وتقول لي عمي النسبة النسبة دي بتاعت مين يا ضلع يا محيط إذن لو الزاوية داخلت ب40 بتخرج برضو بإيه ب40 يبقى حقا نختار كام 40 ولا عم المعص لا ده كلام ده في الأضلع إنما دي زاوية بتبقى نفس الزاوية بتساوي 40 درجة نشوف السؤال 12 مرسول حرسمه قدامك ألف به جيم دال هي ده بخمسة وده بعشر بيقول لي فإن نسبة التصغير هو بيقول لي المثلث ألف دال هي يشابه المثلث ألف به جيم بيكلمنا عن نسبة تصغير أو تكبير هعمل التلاثب بتاع الأضلع اللي أنت حرف فيه يبقى ألف دال على ألف به بيساوي دال هي على به جيم بيساوي ألف هي على الألف جيم ونبدأ نعوض إلا لو تعوض ألف دال على ألف به مش عندي سيبها إنما الدال هي بخمسة والبه جيم بعشر النسبة كاملة عندي لو طلب نسبة تكبير حاسم الكبير على الصغير عشر على الخمسة بتساوي اتنين ولا تميز ما فيش تميز لها طب لو نسبة تصغير ببدأ بالصغير على الكبير يبقى خمسة على العشرة والنتج بيكون نص يبقى أخطر النص يبقى واحد إلى اتنين اللي هي الاختيار جيم السؤال رقم 13 إذا كان المسلس سين صادعين يشابه المسلس ألف به جيم خلاص عرفنا من التشابه بالنسبة للزوايا بتبقى متصافق قياس أي اللي المسلس سين صادعين يشابه المسلس ألف به جيم قياس الصاد بيساوي 60 مين اللي زيها 60؟ ال به بنفس الترتيب والجيم بتساوي 40 يبقى مين اللي زيها العين عايز فإن قياس السين السين المجهولة دي بتساوي 180 ناقص مجموعة الزغيتين النتج بيكون 80 درجة واختار التمانين السؤال اللي بعدين رقم 14 دخل في تحديد نوع المسلس يا ترى ألف به تربيع زائد ال به جيم تربيع بتساوي الألف جيم تربيع العلقة دي مزبوطة ولا مش مزبوطة مزبوطة ولا مش مزبوطة مزبوطة أصلي الإشارة زائد صح مزبوطة أرقى من اللي الواحده الألف جيم تربيع بيساوي اللي بقى المسلس ده إيه قائم في الرمز اللي تكرر قائم في به لو سألنا عن البيه هقول له قائمة طب لو سألنا عن حاجة تانية هقول له حد ده بيقول لي فإن البيه تكون إيه قائمة طول مسقط رقم 15 طول مسقط والله القدامي ثلاث احتمالات لو قال لي طول مسقط قطعة مستخيمة من غير ما يحدد يبقى أصغر أو يساوي طب لو بدأ يحدد قال لي عمودي هنقول له طوله بيساوي صفر طب لو قال لي يوازي لا ده بيساوي بس يبقى لو قال لي عمودي هقول له صفر لو بيوازي بيساوي طب لو ما قال ليش يبقى أصغر أو يساوي تعاني شوف هو طول مسقط قطعة مستخيمة على مستخيم ما يحددش يبقى أصغر أو يساوي السؤال لبعده إذا كان مسقط قطعة مستخيمة على مستخيم هو نقطة نقطة ده يبقى عمودي طب لما المسقط بتاع القطعة المستخيمة هو نقطة يبقى اكيد ده المستخيم ده ايه عمودي على القطع المستخيمة ده الاختيارات يوازي ولا عمودي ولا يطابق ولا اكبر طالما المسكة نقطة يبقى القطع المستخيمة كانت عمودية على المستخيم زي نقطة المياه زي ما حدنا اتفقنا نقطة المياه المستخيم ده القطع ده عمودية هتنزل ازاي هتنزل عمودية مسكة النقطة هتبقى نقطة مسكة القطع العمودية نقطة مسكة الشعاع العمودي نقطة السؤال رقم 17 كل الكلام ده احنا ما رجعونا start good المرة اللي فاتت 17 عمود على البيهجيم الهيجيم جميل يقولي لفا انا مسقط الالف جيم على البهجيم طيب رمز اللي اتكرر هنا من جيم ؟ جميل المصرح على البيهجيم فاضل لمسقط الالف على البيهجيم لو الالف وقعت عمودية هتقعب فين موقع العمود فين يبقى يقصد الجيم به كتع او البيه جيم كتع مستخيمة اختار الاجابة به البيه جيم كتع مستخيمة هي هي الجيم به كتع مستخيمة مديني رسمة exciting me مثلس اخليدس بيقول بيقول لي مسقط الالف به على البيه جيم الرمز اللي تكرج اه ده كترة به احط المصر على اللي بعد على يعني على البيه جيم اهو مسكة الالف دال يبقى انت تقصد البيه ده القطع مستقيمة والكلام سهل طبعا بهدال هي هي ده البيه قطع مستقيمة اختار الاختيار جيم دي صفحة 103 يبقى الوقت هفتح صفحة 102 و 103 خلاصناه بقى فاضل صفحة ايه 104 جدع صفحة 104 استقار رقم 19 دلوقتي بيقول للالب به قطعة بيوازي السينصات قطعة طب لا بيوازي فانا مع بعض في حالة بيوازي يبقى طول المصصرت ادي طول القطعة الاصلية بالزبط لا اجبر ولا اصغر اويسا ولا حاجة بيقول للالب به قطعة بتوازي السينصات طول المصص طول المصص طول المصص ابي من نسبة لالب به بيسواها بالزبط طب مثلث قالت بهجيم قائم الزاوية في به رسمناك روكي قائم في به البيه دال عمودة على الالف جيم حاضر البيه دال عمودة على الالف جيم فإن مسكت البيه دال على الالف جيم مسكت البيه دال على الالف جيم طب تعال نشوف فين رمز للقرار ما فيش طب نقطة نقطة بالنسبة للبيه لو وقعت عمودة هتقع فين دال طب ومسكت الدال نفسها ما هي مسكتة أصلا طب ينفع أن نقول له دال دال لا طالما الدال وعد على الدال يبقى المجموعة دال أو النقطة دال واختار الاختيار دال نجي للسؤال الواحد وعشرين ألف بي قطع مستقيمة تكاطع الجيم دال بيساوي المجموعة سين ركز كده معي ألف بي تكاطع الجيم دال ألف بي قطع تكاطع الجيم دال بيساوي المجموعة السين بيقول لي فإن القلب كان طوله ستة ألف بي بيساوي ستة فأنا مع بعض أن المسكت أصغر أو يساوي بيقول لي فإن الجيم دال لا يمكن أن يساوي كامل مش ممكن يساوي ستة ليه مش إحنا نتفعنا مع بعض أن المسكت أصغر أو يساوي طب هنا مش ممكن يساوي ستة طالما تقطع معك في نقطة ما هوش بيوازي اتقطع معك مش ممكن حيساوي الستة هو أكيد أصغر من الستة إذا لا يمكن ان يساوي كامل ستة ليه لو voila y be wazi أكد الا ماتقطع ش لو بيوازي كان ممكن يساوي ستة في حالة التوازي لو ده كان بستة يبقى ده كان بستة المسكت بستة انما قال لي طالما تكاطع ça يبقى عمره ماê andare لأنو ما بيوازيش بمنطقة البساطة لا يوازي طالما ما بيوازيش المسكت يكون الأضغر بس انما إمتى يساوي لو كام بيوازي يبقي الماسكة طوله أصغر من طول القطعة الأصلية طيب القطعة الأصلية طولها 6 هل ددي DIAMに ي reduzir 6 ما بي أوزيش يا مستر يبقي أصغر من الست كل المسكرا إذاً يقولي الجيمدال لا يمكن أن يساوي foundation 6 ليس ما بي أوزيش ليس ما بي أوزيش يابني مش قالك يتقطع طالما تقطع يبقي لا يوازي طالما لا يوازي حي ما بنسويش يعني من غير كلام بقي كتير 1-20 الالف به قطع مستقيمة تقاطع جيم دال تقاطع يبقى تقاطع يبقى بيوازيش الالف به بستة طول المسقط لا يمكن أن يسوي كام ستة تمام السؤال 22 الالف به جيم دال مربع رسمنا كروكي خد بالك معظم الشغل أرسم كروكي الالف به جيم دال مربع حط خواصه سعينات جدع هو عاوز بقى مني مسقط الالف دال على البيه جيم نقطة نقطة الله رضع لي كده هده شوية في رمز الكرار لا طب مسكة الالف هحط المسقط على البيه جيم اللي بعدها على الالف مسكتها ايه به طب ودال مسكتها ايه جيم يبقى البيه جيم قطع مستقيم واختار الاختيار به السؤال 23 رسمني رسمة مستطيل البيه جيم دال مستطيل وموصل للوطر ألف جيم قال لي فإذا كان مسكت الالف جيم على الجيم دال طب يلا احنا شطرين في الكلام ده في رمز تكرر اه فيه جيم متكرر كتبتها احط المسطرة على البعد على اللي هو البعد على اللي هو مين الجيم دال الجيم داله فضلنا مسكت الالف على المستطرة الالف لو اعت عمودية الالف دي خرج منها برانشينهم الالف لو اعت عمودية بتقع عند الدالة ولا بتقع عند الجيم لا بتقع عند الدالة مستطيل هنصد بقى الجيم ده القطع مستقيم او اختار الجيم ده القطع مستقيم الاختيار رقم الالف لان الدالجيم هي الجيم دال جميل او السؤال بتاع 24 بنفكر بعض به مسكت السنب 3 والخمسة على محور الصادات مسكته على محور الصادات بنقوله بوضع السين بتسوي صفر هحط السين بتسوي صفر هتصبح صفر وخمسة مسكة النقطة على محور الصادات طب يلا نتمرنا على دي شوية سلب ثلاثة وسبعة لو أنا عايز مسكة دي على محور السينات اعكس بوضع الصاد بتسوي صفر بوضع الصاد يبقى حاشتب على ده بتسوي صفر يبقى تصبح سلب ثلاثة وصفر طب مسكتها على محور مسكت على محور الصادات يبقى بوضع السين بتسوي صفر يعني هيبقى صفر والسبعة نرجع لمسألتنا مسكة السلف 3 والخمسة على محور الصادات يلا اسمع بوضع مين بوضع السين بتسوي صفر مشتبع السين يبقى صفر وكام وخمسة واختار الاختيار ألف أحد زميلكم كان سألني المرة اللي فاتت قال لي مستر النظري عاوزين نراجعه يلا بقى نراجع النظري قال لي مساحة المربع المنشأ على أحد العيق قائمة يلا نحفظ بقى مع بعض أنا عاوز أتفهمها رمزي ونطبقها بالألفاز بص كده إقليدس شاب يقول لي إيه إقليدس كان بيقول لي بما أن ده بتسعين وده عمودي مش كنا بنقول له إذن الألف به تربيع بيساوي البيهدال في البيهجيم كله آه بيساوي البيهدال يامسطر في البيهجيم يبقى بيساوي البيهدال في البيهجيم صح ده الأسلوب الرمزي بالرموز طب بالألفاز حي يقول لي إيه بيقول لي مساحة المربع المنشأ على أحد ضلعي القائمة في المسلس القائمة الزاوية يساوي نقط مفروض بأننا نكتب لكل اللي أنا هعمله في الفرام ده يساوي مساحة المستطيل الذي بعداه مسقط هذا الضلع أعلى الوطر وطول الوطر تعالي نفهم معنية انت تعرف اللي مكتوب من أول هنا لغاية هنا هو اللي مكتوب ده عشان كده الرياضة ما نحبش نكتب ألفاز كتير بنعمل رموز نمسك حتة الأولية مساحة المربع المنشأة على أحد ضلعي القائمة في المسلس قائمة كل ده معنى ألف به تربيع يا إما ألف جيم تربيع يعني مساحة المربع يعني تربيع المنشأة على أحد ضلعي القائمة دول أحد ضلعي القائمة يبقى معناها ألف به تربيع كل الفيلم ده هو اللي هيكتبهو اللي مش حافظه هو بيقول لي مساحة المربع المنشأة على أحد ضلعي القائمة بتساوي بتساوي مساحة المستطيل في الرياضة معناها مساحة المستطيل أولاد يعني في حاجتين مختلفين بضربهم في بعض كلمة مساحة المستطيل في الرياضة عندنا بتساوي معناها أننا بضرب حاجتين مختلفين زي الطول والعرض طيب البعدين ايه هم مالحكتين ايه المختلفين اللي حضران في بعض اللازي بعدها طول مسكت هذا الضيل على الوطر سيادتك عارف ان المسكت ده على الوطر هو البيهدال صح صح يبقى البيهدال وطول الوطر اه في البيهجيم طيب مصر انا فهمتها طيب ححفظها ازاي تركز بقى مع المصر كل ده انت مش هتحفظه ده هو اللي بيجيبهولك بيجيبلك لغاية هنا بيقول لي مساحة المربع المنشأ على احد العيق قائمة في المسلس القائمة الزاوية يساوي مساحة المسلسة لازي بعدات انت هتحفظ بقى دول طول مسكت هذا الضلع على الوطر انت مش بتضرب ده في ده كله يبقى بتحفظ بقى طول مسكت هذا الضلع على الوطر وطول الوطر هما دول البعدين الوطر اللي هو ده كله والمسكت اللي هو ده مش انت عارف ان ده المسكت يبقى لازي بعدات ايه هما البعدين طول مسقط هذا الضلع على الوطر وطول الوطر إذا ما أنت ستحفظ حاكتين اتنين بس بعد ما فهمت أن كل ده هذا الحاكتين كل ده معناه العلاقة دي الرمزية دي ممكن أكتبها لك قلب جيم تربيع بتسوي جيم دال في جيم به أو قلب به تربيع بتسوي به دال في به جيم طيب قلب به تربيع معناها مساحة المربع المتشعى على أحد العيق القائمة في المسلس القائمة الزاوية ويساوي مساحة المستطيل يعني فيها حاكتين مختلفين حضرهم في بعض طول مسقط هذا الضلع على الوطر وطول الوطر وقف وقعد أحفظها طول مسقط هذا الضلع على الوطر وطول الوطر ده نظري فيهمت معناه إيه أحفظ وأصاب عشان حسمعه لك إن شاء الله رح منحس للجيم بشرة السؤال ستة وعشرين يلا علاقة مظبوطة ولا مش مظبوطة لأ مظبوطة مصر ما فيهاش نقاس ولا حاجة فبيقول لي الألف جيم تربيع أصغر من الألف به تربيع زائد البيه جيم تربيع مصر على علاقة مظبوطة ما فيهاش إشرارات سالبة أقرام للواحد والألف جيم تربيع البوز نحيطها أصغر وطالما الألف جيم تربيع أصغر يبقى المثلث حاد الزوايا ولو كان أكبر منفرج الزوايا في الرمز للقر البيه تبعا ستكون حادة السؤال اللي بعديه رقم سبعة وعشرين نحن لوقت في صفحة سبعة وعشرين صفحة مية واربعة السؤال سبعة وعشرين صفحة هوا عشان تبقى تراجع تاني مية واربعة السؤال رقم سبعة وعشرين بيقول لي إيه مسلث ألف به جيم فيه الألف به تربيع أكبر من البيه جيم تربيع زائد الألف جيم تربيع أنا سمع الناس المحترمة تقول لي العلاقة مظبوطة على أي أساس ما فيش إشرارات سالبة أقرام للواحدة الألف به تربيع أكبر الفتحة نحية تربيع المسلث ده إيه شاطر منفرج فين في الرمز اللي تقرر اللي هو مين في جيم والله لو سألتنا عن الجيم حقول لك منفرجة طيب لو سألتنا عن حاجة تانية الألف ولا البيه حقول لك عليهم إيه حادة هو سألني عن الجيم حقول له منفرجة السؤال رقم تمانية وعشرين قال لي مسلث ألف به جيم فيه الألف بتسعين رسمنا كروكي الألف بتسعين أهم حاجة ضمن كلامه الألف ده العمود على البيه جيم آه ده مسلث إقليدي سمسر الألف ده العمودي طلبتك إيه بيقول لي فإن الألف به تربيع أنت عاوزنا سمع النظرية ألف به تربيع بيساوي في إيه يلا اسمع بيقول له نقطة نقطة هقول له به ده في البيه جيم جميل دي كانت صفحة مية وإيه واربعة اللي عليها تدور صفحة إيه يا شباب مية وخمسة العلاقة في رقم تسع وعشرين دي مظبوطة أو مش مظبوطة ناقص الجيم به تربيع بتساوي الألف به تربيع والعلقة ده مش مظبوطة هعمل إيه هندosium ترور السالة ده هناك بعكس الإشارة السالة ده ما ambitious غاديه هناك بعكس الإشارة عشان تصبح الألف به تربيع هتبقى لوحدها هوا بتساوي ألف به تربيع اللي هند يطراح هناك بعكس الإشارة يعني موجب جيم به تربيع المثلث كده العلاقة مظبوطة بقى المثلث عشان ده بيساوي يبقى المسلس قائم قائم في فين؟ في الرمز اللي القرر قائم في به لو سألتنا عن مين بتسعين هقول لك البه البه زاوية إيه؟ قائمة طيب لو سألنا عن الألف أو الجيم حد السؤال اللي بعده الله الله بقول لي في ثلاثين كل ده سئلتك يدفل الامتحاناتها بها وقت بيقول لي إذا كانت مسلس ألف به جيم بيقول لي الألف تتمم الجيم قبل ما كمل فهمت أمنا العبارة دي كلمة الألف تتمم الجيم يعني الألف زادي الجيم مجموعهم تسعين درجة ده بدأ معنى كده لو في زاويتين مجموعهم تسعين والمجموع أصلا بتاع المسلس مية وتمانين مش يبقى كده المسلس ده قائم صح أولاد؟ لما الألف بتتمم الجيم كلمة تتممها يعني مجموعهم تسعين لما في زاويتين في المسلس مجموعهم تسعين مش يبقى الثالثة بتسعين يبقى المسلس ده إيه قائم حط الكلمتين ده في دماغ حقا انت من اول لفظين فهمت معنى المسلس انه قائم بيقول لي فإن الألف جيم تربيع الألف به تربيع زائد البيه جيم تربيع المسلل بيقولي الألف و جيم مجموعهم تساعد identifydال8 المسلس قائم فين أرى3 تبقاهم فيبه لو انت رسلم تيكرر قائم فيبه مش يبقى مربع اكبر الابعادてما هو الألف جيم تربيع يساوي, الألف بيه تربيع زائد البيه جيم تربيع هو ما ذكرش أبدا أن المسلس ده قائم إنما قال لي أن الألف تتامم الجيم يعني إيه الألف تتامم الجيم قلنا يعني مجموحهم كام تسعين بس المجموح كله بتاع المسلس مية وتمانين يبقى البيه نصيبها كام تسعين يعني قائم في به يبقى العلاقة يساوي جميل السؤال واحد وتلاتين بيقول للأطوال أنا لو أنت في السؤال صفحة مية وخمسة تمام مية وخمسة السؤال واحد وتلاتين بيقول للأطوال تلاتتاشر سانتي واحداشر سانتي وعشرين سانتي تسلح أن تكون أبلع مسلس ويدينا اختيارات بيقول لي قائم ولا حاد ولا منفرج ولا متساوي الساقي عارف أنا أقلق لو كان في في الاختيارات حاجة اسمها أو لا تسلح طب يعني إيه لو جابني في الاختيارات كلمة لا تسلح أعمل التشكل أول كده أخبت كبير عشرين واجمع الصغيرين مجموحهم طلع 24 أكبر يبقى تنفع تكون مسلس أصلا لأنه ممكن لعب معاي لعبة اللهم لا تسلح ماينفعش يدينا أطوال أطلع مسلس ويختبرها إلا لما يقول لي الكلمة تسلح أو لا تسلح هنا ما ذكرش في الاختيارات لا تسلح بيقول لي يا ترى قائم ولا منفرج ولا حد ولا مساوي الساقي نعمل الاختبار بتاعنا بقى ده مسلس ينفع يكون مسلس هربع أكبر الأبعاد كين أكبر الأبعاد اللي فيهم اللي عشرين تربيع بربعمية اتنين حجم مع مربعين البعدين التانيين تلاتاشر تربيع زائد الحداشر تربيع متين وتسعين الربعمية على كتب المتين وتسعين أكبر النتيجة في الروازها إذن الربعمية واضح إن هي أكبر من المتين وتسعين يبقى المثلس ده مسلس إيه؟ منفرج واختاروا كلمة منفرج رائع بص التبرين ده من عندنا لو تلك تلاتاشر مثلا وحداشر ومثلا خمسة وعشرين بيقول لي يا ترى ده أطلع مسلس حاد ولا منفرج ولا قائم ولا ولا لا تصلح أنا مفروض أن أنا إيه؟ أخبي كبير اختبار صغير كده هخبي كبير من الكبير في يوم خمسة وعشرين هخبيه مفروض أن مجموع الصغيرين تكون أكبر من الضلع التالت عشان تصلح تكون مسلس أصلا عشان اختبره حاد أو منفرج أو قائم السؤال بقاليك هل مجموع دول اللي هو اللي 24 أكبر من 25؟ مستر دي لا تصلح لا تصلح تكون مسلس أصلا عشان تقول لي اختبره ده ما ينفعش تكون مسلس وأختار كلمة لا تصلح إنما أنا ملقتش في الاختبارات كلمة لا تصلح فعملتش الاختبار ده إنما لو لقيت كلمة لا تصلح شك في الحال اعمل الاختبار الأول خبي كبير واجمع الصغيرين لو طلع المجموع الصغيرين أصغر لا تصلح تكون مسلس أصلا لو أكبر ينفع اختبر بقى واحد دين ثلاثة حاد أو منفرج أو قائم السؤال 32 بيقول مسلس قلب بهجيم الالف به بيساوي ستة والبيهجيم بتمانية والالف جيم بعشرة بيقول لي فإنه خياس إيه اللي بتسعين والله سهل الكلام طبعا هنشتغل واحد اتنين ثلاثة مربع أكبر الأبعاد اللي هو الالف جيم تربيع طلع بمية مجموعة مربعين البعدين التانين الالف به تربيع زائد البيهجيم تربيع بيساوي ستة تربيع زائد التمانية تربيع برضو يطلع بمية النتيجة في برواز ان الالف جيم تربيع طلعت به ساوي ان الالف به تربيع زائد البيهجيم تربيع طالما ده حصل يبقى المسلس دي ايه بيساوي يبقى قائم قائم فين في به يبقى مين اللي بتسعين البيه هي اللي بتسعين السؤال الله بقى اتنين وتلاتين تلاتين وتلاتين انا لازم يجيبه لك بس انا عارفت انك متربي فيه انا مربيك فيه كويس قوي رقم اتنين وتلاتين بيقول لي انا سمع الناس المحترمة بتقول لي هعمل فترة مسلس الاف به جيم منفرج ماشي فيه الاف بيقول لي وكان الالف به بيساوي سبعة والالف جيم بيساوي ثمانية بيقول لي فان البيه جيم يمكن ان يساوي ايه ومديني اختيارات خمسة سبعة ثمانية تلاتناشر اولا عارف انت الحكاية بتاعتها لازم اعرف الضلع اللي حينتمل فترة وجود الضلع التالي بنعمل كده في الهامش الفترة المفتوحة فرقهم ومجموحهم فرقهم كام واحد مجموحهم كام خمستاشر اللي برا هذه الفترة مش تابعنا مصر ده كلهم جوه الفترة الخمسة جوه الفترة والسبعة جوه الفترة والثمانية جوه الفترة والثلتاشر جوه الفترة كويس يبقى كلهم يتقابلوا خلينا اعمل لك اختيارات تانية عملت كده واحد ستاشر سبعة تمانية ارفض مين في الاختيارات دي قبل ما اشتغل قبل ما اختبر الاختيارات دي كلها ارفض مين حرفض الواحد لان الواحد بتاع المفتوح المشتغل يبقى انا عملنا الاختبار المشهور بتاعنا الفترة المفتوحة واحد وخمستاشر الخمسة جوه الفترة السبعة جوه الفترة التمانية جوه الفترة التنتاشر جوه الفترة فكلهم يتقابلوا طب يلا بقى نشوف مين فيهم اللي حيبقى منفرج يلا بقى نشير البيهجيم ونحط الخمسة ونعمل واحد اتنين ثلاثة واحد حربة اكبر الابعاد تمانية تربيع بتصوى اربعة وستين مجموعة مربعين البعدين التانيين سبعة تربيع زائد الخمسة تربيع تسعة واربعين زائد الخمسة وعشرين اللي طلعت لي أربعة وسبعين واضح ان الاربعة وستين اصغر ده كده مسلس ايه حاد لا ما ترفعتش يا مصر دي مع السلامة الخمسة ما نرفعتش شطابنا الخمسة مش تابعنا ده بلنا نجرب السبعة هنحط هنا السبعة فهنجرب مربع اكبر الابعاد تمانية تربيع باربعة وستين وسبعة تربيع زائد السبعة تربيع اللي طلعت لي تمانية وتسعين لا ده كده اصغر ده حد كده برضو ما تنفعنيش باي باي طيب يلا نجرب التمانية جربنا التمانية حرب أكبر أضلع لم يبقى معايا سبعة وتمانية وتمانية أربع أي واحد فيه اللي هي التمانية دي تمانية تربية 64 ومجموعة مربعي البعضين التانية طلع مربع أكبر الأبعاد أصغر ما زال حد يا عم أنا بقولك مسلس منفارج يلا بقى نجرب التلتاشر نحط التلتاشر هنا ونجرب مربع أكبر الأبعاد 13 تربية بيسا و 169 مجموع مربعين بعدين التانين 7 تربية زائد 8 تربية يبقى 49 زائد 64 النتج بيكون 313 169 ايه على قتب 113 اكبر يبقى فعلا كده المثلث منفرج وده اللي نجح معنا 13 يبقى عمالنا ايه عشان نحل المسألة دي قلنا عمالنا اختبار الاول عشان نستبعد اللي ما ينفعش طنعوا كلهم ينفعوا خلاص اعمل بقى الاختبار واحد من ثلاثة لو كان دا الاختيارات كنت تستبعد من كنت تستبعد الواحد من 16 ويجرب الاختيارات البقية ويسير سوف نشوفوا المسألة اللي بعد احنا دلوقتي ما زلنا في صفحة 105 السؤال رقم 34 34 بيقول للادي بيقول للاف جيم تربية زائد البيه جيم تربية بيساوي الالف به تربيع نقص التلاتة بيقولي فان الجيم تكون زاوية ايه مش العلاقة ده مصبوطة ولا مش مصبوطة المسألة مش مصبوطة ليه اصدفها شعرة سالبة خد السالب ده انطروه هناك بعكس الاشارة عشان تصبح الالف جيم تربية زائد البيه جيم تربية زائد التلاتة بتساوي الالف به تربيع المسألة بيقول لي اشتب على اللي ساوي وحط البوز نحيته حط البوز نحية الرقم البوز نحية الرقم اقرب اعمل للوحده الالف به تربيع اكبر من البيه جيم تربية زائد الالف جيم تربية يبقى المسألة منفرج لان حط البوز نحية الرقم والفرج فين في الرمز اللي تقرر انه هو فين في جيم اذا الجيم تكون زاوية ايه منفرجة انتو شاطرين في هذا الكلام رقم 35 بيقول لي الالف جيم تربية زائد البيه جيم تربية بيساوي الالف به تربيع زائد الخمس السؤال الاول العلاقة ده مزبوطة او مش مزبوطة مزبوطة يا مستر ليه مزبوطة لان ما فيش اشارة سالبة حشته بالرقم وحط البوز نحيته اقرأ كده الوقت اقرأ من للوحده نجع بالمجموع للوحده البيه تربيع البوز نحيته اصغر يبقى الالف به تربيع اصغر يبقى المسلس حاد الزوايا يبقى الجيم تكون زاوية حاد في نفس الصفحة بدأنا في الاكمل يلا في الاكمل بقى انت لوقت تفتح صفحة يا جماعة مئة وخمسة اكمل ما يأتي اول سؤال اكمل يتشابه المسلسان اذا كانت ايه المتنظرة متناسبة شاطر الاضلاع يتشابه المسلسان اذا كانت ايه المتنظرة متطبقة متطبقة يعني متساوى في القياس الزوايا الزوايا المتنظرة متطبقة او متساوى في القياس جدع يبقى واحد يتشابه المسلسان إذا كانت إيه المتنظرة متناسبة متناسبة يبقى الأضلع إنما تشابه المسلسان إذا كانت الأضلع المتنظرة متناسبة هو الزوايا المتنظرة الزوايا مصافة قياس أو متطابقة بيقول لي من متطابقة؟ الزوايا السؤال الثلاثة نسبة التكبير من مسلسين متشابهين قال لي واحد واحد فإن المسلسين إيه؟ جدع متطابقان السؤال الأربعة جايب هالف سورة أكمل الله نحن أخذينا بتاعة واحد دين ثلاث بيقول لي إيه المثلث اللي أضلعه ثلاثة وخمسة وسبعة والمثلث اللي محيطه خمسة وسبعين متشابهان فإن أطول أضلعه الآخر هنقول له واحد دين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة هنقول له المحيط الأصغر هنجمع الثلاثة زائد الخمسة زائد السبعة بيكون خمستاشر سانتي اتنين نسبة التكبير الكبير على الصغير خمسة سبعين على الخمستاشر بيكون خمسة جبت الزرار بتاع التكبير اضرب يبقى طول أطلع المثلث الأول خمسة فيه خمسة فيه خمسة فيه خمسة في ثلاثة خمسة في خمسة خمسة في سبعة الناتج هنا خمستاشر سانتي هنا حيكون خمسة وعشرين سانتي هنا حيكون خمسة وثلاثين سانتي هو طالب من الثلاثة دول كي بتغوم له 15 و 25 و 25 انت محترم في هذا الكلام الوقت دي صفحة 105 هنخش دلوقتي على صفحة 106 بعدها على طول وما زلنا في الأكمل انت جدع كده وامتابع معي واحدة بواحدة أنا الوقت في السؤال قم 5 صفحة 106 يقول لي المثلث ألف بهجيم يشابه المثلث ألف بهجيم يشابه المثلث سين صادعين قياس الألف بسبعين حاضر اللي زي همين يا شباب السين جدع والعين بخمسين من اللي زي هناك الجيم بنفس الترتيب بيقول لي فإن قياس البه 180 ناقص مجموحهم ناقص 70 زائد الخمسين بيكون الناتك 60 درجة واختر الستين طب مسلث نفس القصة تماما مسلث ألف بهجيم يشابه المثلث دالهه وكان قياس البه زائد قياس الجيم بتساوي 80 مجموعة الزاويتين به وجيم 80 طب لما مجموعة الزاويتين دولي 80 مش يبقى مجموعة الزاويتين دولي كمان 80 الثالثة تبقى بكام 180 ناقص الثمانية بقى الثالثة دي بمية يبقى الدال هي كمان بمية هو طلب مني قياس الدال فحقول له مية درجة مية وتمانين ناقص الثمانين مية درجة اللي بعدها أكمل والعلاقة مش مظبوطة لوجود الإشارة السالبة الاختر شبه الأكمل بالزبط ما فيش أي جديد فيه بس في صورة أكمل مش اختر ألف جيم تربيع بيساوي ويقول لألف جيم تربيع زائد الألف به تربيع ناقص البيه جيم تربيع بيساوي الصفر جميل 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 قلنا ما بنعبالش الإشارة السالبة خالص هاخد السالب ده نطروه هناك بعكس الإشارة هاتلي كده السالب ده ورديهوله هناك بعكس الإشارة أصبح الألف جيم تربيع زائد الألف به تربيع ودي هناك السالب ده ودي هناك هيقول لكم بيساوي موجب به جيم تربيع يرى كده بقى من للوحدة واللوحدة هم بهجيم تربيع بيساوي ده تربيع زي ده تربيع بيقى المسلس ده ايه جدع قائم فين في الرمز للقرر اللي هو مين الالف قائم الزاوية فيه الف هو طلب مني فإن مين بتسعين مين اللي بتسعين يبقى أنا حقول له إذن الالف بيكون تسعين درجة مسكة نقطة الله احنا عرفنا أولادي كلمة مسكة يعني موقع العمود لو نقطة المياه هنا عاوزة تنزل بتنزل ايه طيب مسكة نقطة لا تنتمي مسكتها نقطة طيب لو كانت النقطة دي مسكة أصلا مسكة نقطة تنتمي المستقيم مسكتها هي النقطة نفسها بيقول لي مسكة نقطة تنتمي المستقيم على هذا المستقيم هي النقطة نفسها مش أي نقطة يبقى مسكة نقطة لا تنتمي مسكتها نقطة طيب مسكة النقطة لا تنتمي مسكتها النقطة ايه نفسها النقطة هي 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 مسكتها أصلا السؤال تسعة ألف به عمودي على البيهجيم رسمناك روكي هتحس أن نفس الأسئلة اللي خدناها في الأكمل اللي في الإختار هي نفسها اللي في الأكمل ألف به عمودي على البيهجيم كل ده أسئلة امتحانات مسقط الألف به على البيهجيم من الرمز للكررة أولاد البيه كويس فضل مسقط الألف على البيهجيم هحط المصرع اللي بعد على اللي هو البيهجيم أهو الألف مسقطها لو وقت عمودي بتقع فين البيه الله البيه وبعدين بعدها به يبقى المجموعة به أو النقطة به يبقى تاني البيه تكررت والألف مسكتها به يعني حاجة تبه به في حاجة اسمها به به لا يبقى المجموعة به أو النقطة به السؤال اللي بعده طول مسكت قطعة موازية 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 ده كترة موازية يبقى بتساوي برفع الكتاب له عمودية المسكت نقطة والطوله صف طب لو ما قالش يبقى أصغر أو يساوي هنا قال لي موازية يبقى مالها تساوي ده بقى لو سمحت قولهول الواحدة كخنان لا لزقنا من الموضوع ده قال لي مسقط لسأيلنا حالا الخمسة والسلبة أربعة على محور السينات يبقى بوضع الصاد بتساوي صفر بالسلامة فتصبح خمسة وصفر جدعا طب لو مسقط النقطة صفر وثلاثة على محور السينات يبقى بوضع الصاد بتساوي صفر تصبح النقطة إيه صفر وصفر يعني حرفة في هذا الكلام بعكس الكلام لما يجي يقول لي مسقطة نقطة على محور السينات يبقى بوضع الصاد بتساوي صفر مسقطة نقطة على محور السينات بوضع السين بتساوي صفر طيب السؤال اللي بعضيه مرسوم هنرسيبه قدامك ألف بهجيم دال بيقول لي مسقط الألف جيم على البيهجيم والله انت حرف الكلام من اللي قرر هنا الجيم خلاص أحط المسقطة على البيهجيم مسقط ألف تبقى إيه دال جيم دال كتعة اللي بعدها مسقط الألف دال على البيهجيم يلا بقى بتحريف في حاجة بتكررها لا طيب يلا نقطة نقطة هحط المسقطة على البيهجيم الألف لما تقع المسقطة تقع فين دال طيب والدال نفسها ينفعك تدال دال لا يبقى المجموعة دال أو النقطة دال كل ده اسئلة الامتحانات بتتكرر هي قدامك ده كان السؤال رقم 13 14 مهم جدا 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 عاوزين بقى ركس فيه مع بعض حرسمه لك رسمني مسلس متساوي الساقين مسلس متساوي الساقين ده بخمسة سنطي وده بخمسة سنطي وده بستة سنطي هنفكر بعض بالتفاصيل دلوقتي مع بعض مش عاوز أسمع الأحداث وقولك ده ترمي أول آه بس انت هتعرف لوحدك دلوقتي ألف ده العمودي وده مسلس متساوي الساقين خمسة وخمسة وده بستة أنا سمع الناس المحترم بتتفكر مع بعض نتائج المسلس متساوي الساقين لحنفكرك بيها بيقولي طول مسكت طول مسكت الآلف به على البيهجيم طول مسكت الآلف به على البيهجيم كيب واحدة واحدة خلينا بس نحدد لحن اتبقنا مع بعض طول مسكت وحنقول له واحد اتنين اتنين حنجيب المسكط الاول قبل الطول مسكط الالف باك على البيهجيم هنقول له المسكط الالف ب على البيهجيم من النقطة لكcorرت البيه.. صح ماذا يضع المسكة الالف البيهجيم اهو أن maravilha يبقى انت تقصد أ respecting البيهجيم تقصد حدف البيهجيم أجيب البيهجيم طوله عبارة عن تيرم اول فكرينه يا مسط Credo هنا بيجي having silver يلا انفتكر يا砂ياج Hell كان بتقول لي wanting في المثلث المثل début الساخين harmودي علي القعدة ليتS بتنصف القعدة وتنصف زاوية الرأس فتنصف زاوية الرأس وتنصف القعدة REALLY يعني ده مجعل قوية وده عمودي علي القعدة agricGB مستهل ثقين فقط وفقط وفقط في المستهلس 생겼 اللي السيقين المستهلس المستهل الثقين النتائج خاصة بيه العمودة على القعدة بتاعته بين الصفة وبين الصفة وبين الصفة الزوط الرأس يعني ده المستهلس يس gratitudealis серьif يعمل في القعدة بين الصفة يعاني ده هتبقى كام وكان 3 مثل 3 ده بنتين المؤول خلاص mega defings ببقى لذلك الف بهجيم والي الالف دال عمودي على البيهجيم إذن الدال منتصف البيهجيم يعني البيهدال قد الدال جيم بيساوي 6 على الاتنين بيساوي 3 سنتين ودال مطبوب هو عايز مني طول المسكت عرفنا أنه اسمه مين؟ بهدال وطلعنا البيهدال بكام؟ بثلاثة سنتين بقى طوله كام؟ ثلاثة سنتين يبقى عرفنا المسكت ودفزنا حتة تانية أعدادة تانية من أول بما أن الالف به بيساوي الالف جيم والالف دال عمودي مهمة جداً التمرين دا ولاد إذن الدال منتصف البيهجيم البيهدال بيساوي الدال جيم 6 على الاتنين بتساوي 3 سنتين معلش أنا حطر عائده تاني أنا عارف أن يكون قد تكرر فيديو بس عشان مهمة المثلث المتصوص صخين أسقط لعمود واحكاية لحكاية قال أنا عاوز طوله مسكت، هقول له واحد اتنين المسكت زي ما احنا متعلمين الالف به على البيهجيم البيهد تكررت والالف مسكتها دال أنا عاوز طول بهدال، أجيبه ازاي مفيش إقليدس هنا أنا ليه حقول عائل تاني لأن في ناس ممكن تبقى غشيمة شوية يتعلم لهنا دا إقليدس، حبيبي إقليدس شروطه تسعين وعامودي، هل سيادتك دي تسعين؟ عشان واحد يقول لي دا اشتغل إقليدس هنا ويعملش يعني يتهابن دا ما ينفعش اشتغل هنا لأن دا مش تسعين دي مش قايمة دي مش قايمة أو كمان دي مش قايمة يعني انسى إقليدس والألف جيم والألف دال عمودي على البيهجيم إذا الدال منتصف يبقى ستة على اثنين ثلاثة وثلاثة شباب خليك دقيق في شغلك باللعجل، أنا عمر ما اشتغل إقليدس إلا بشروط، الشروط تسعين وعامودي أهو، هل دا في تسعين هنا؟ لا، فبلاش بقى إيه نرفع حتة مش بتاعتنا الحتة دي بجيبها ازاي عن طريق نتائج المثلث المتساوي الساقيين دا كان السؤال رقم 14-15 إذا كانت كتح المصطاخم عموديية على مصطعم معلوم الكتح عموديية الكتح عموديية فإن طول مسكتها يساوي ايه؟ بالنسبة لل supermarket معلوم نقطة لو دي وعد هتقع عنده نقطة ثلان طول النقطة، هل لها طول يبقى طولها ايه؟ صفر. Deswegen shimmerlleisa girard真 fi HTML ثلان طول المستقاه طول المستقاه ثلان صفر runs يبقى أس見 uranium المستقاه الخليط طولها ايه؟ صفر سؤال 16 للناس المميزة شوية تسمعها هتقتنع بالكلمة اللي هقوله بيقول لي إذا كان طول الألف به بيساوي سين وطول المسقط بتاع الألف به بيساوي صد فإن الصد على سين بينتمي الفترة خلينا فاهمك مش إحنا عارفين إن طول المسقط أصغر أو يساوي يعني أنا عارف إن الصاد أصغر أو يساوي السين اللي هو طول المسقط صاد أصغر من أو يساوي السين أحياناً يساوي لو كانت بتوازي صح ولو كان بيساويه لو ده بيساوي ده مش لما أسومه على بعض بأسم حاجة على حاجة بتساويها مش إنها تبتلع بواحد صح وساعتي بأمسقط نقطة وطوله صفر يبقى بتنتمي الفترة المغلقة كم وكام أصغر رقم ممكن يقابلني صفر وأكبر رقم ممكن يقابلني في الاختصار واحد لما أسم حاجة على نفسها بواحد ولو صفر على أي حاجة في هذا الصفر يبقى بينتمي الفترة المغلقة صفر وواحد يعني إمتى يساوي صفر في حالة إن القطع عمود إيه إمتى يساوي واحد في حالة إن القطع عمود بتوازي لأن لما المسقط الطول إنت طلبت مني أو اسمه سين والمسقط اسمه صفر لما أسم حاجة على نفسها بيطلع بواحد وده مسقطه طوله إيه صفر وده طوله مسقطه إيه واحد يبقى بينتمي الفترة المغلقة صفر وواحد ممكن يبقى أقل من كده أو أقل من الواحد وأكبر من الصفر بيجيبهنه إنما أقل حاجة التطع لصفر حالة العمودي أكبر حاجة التطع لواحد في حالة إيه وازي يبقى الخلاصة صدع على سين تنتمي الفترة المغلقة صفر وواحد صفر في حالة إنه هو إيه عمودي واحد في حالة إنه هو بيوازي واللي بينهم يبقى خلاصة سؤال 16 صدع على سين تنتمي الفترة المغلقة دي جيت في بانها الإيليوبية السنة اللي فاتت النتج حيكون صفر وواحد كده إحنا خلصنا صفحة 106 دي أسئلة موضوعي هبدأ دلوقتي في الموضوعي هبدأ في الموضوعي بس في الجزء الخاص بالمسيحات فهنالوقتي خدنا صفحة آخر حاجة 106 دخلنا من أول السؤال في صفحة إن الشباب معي ها اهو صفحة 10 في البدئف وصفحة في كتاب في كراس المواصر صفحة 91 الناس جاهز حالك فتح صفحة 91 وقف الفيديو صفحة 91 اكمل اختر الإجابة الصحيحة صفحة 91 إذا كان طول قعدة المتوازي بسبعة يلا بقى نرجع للمسيحات المسيحات الجميلة كده إحنا خلصنا الأكمل والاختر بتاعه إقليلس وفيصغرس وعكس فيصغرس والتشابه والمساقط إذا كان طول قعدة متوازي الأضلع بسبعة والارتفاع المناظر بربعة يبقى القعدة بكام بسبعة والارتفاع المناظر بربعة عايز المساحة المساحة بتاعة المتوازية مستر مفوش نصط طول القاعدة في الارتفاع المناظر يعني سبعة فاربعة بيساوي ثمانية وعشرين سنط مربع ده أول سؤال السؤال الثاني إذا كان مساحة المتوازية عندي المستر بيقلي لو المساحة عندي حكت بالقانون وأسم جميع الأشكال لو المساحة عندي حكتب القانون وأسم لو في نص حضرب في اتنين ومعدي نأسم إلا مين المربع بضرب في اتنين واجيب الجزر في حياتي وجود النص أو باجيب الجزر عطول لو وفوش نص نقول كمان بيقول للمتوازي أضلع مساحته عندي مساحة المتوازي عامة عندها بيساوي 35 سنتي مربع وأحد أبعاده ب7 سنتي عاوز الارتفاع حاضر القانون بتاع مساحة المتوازي إيه مساحة المتوازي بتساوي طول القاعدة في الارتفاع هل في نص؟ لا يبقى حقسم على طول يبقى 35 سنتي مربع بيساوي 5 سنتي ده السؤال الثاني أسمت على طول لأن القانون ما فيهوش نص تلاتة أنت عارف أنها ستبقى في الامتحان الأساسي إن شاء الرحمن بيقول لضلعين متجاورين في المتوازي 5 سنتي مربع والارتفاع الأصغر بربع قال لي الارتفاع الايه؟ الأصغر طب ما أنا عارف أنه بعكس الارتفاع الأصغر بربع حضربه في مين؟ يطلب في الخامسة ولا في السبعة؟ لا ده أنا بعكس الارتفاع الصغر أضربه في الضلع إنه هو الكبير يبقى حضربه الرتفاع الأصغر ده فی الضلع الكبير اللي هو في سبعة يبقى النتج أربعة في سبعة النتج بيكون 28 سنتي مربع تبعها عكسه أنت تبعها عكس الارتفاع الأكبر حضرابه في مين؟ شاطر في الضلع الصغير 5 في 6 بيساوي 30 سنتي مربع أسئلة مباشرة في المتوازي